اشتركوا في القناة يحتوي على مبدأ العد بالنسبة للأجهزة الكهربائية أو الدراجات بدون تحديد والنوع الثاني يبدأ عليما على المراتب وبعدين إن شاء الله نطرق إلى النوعين الباغيات راح ناخذ الجزء الأول وهو من مبدأ العد مبدأ العد بصورة مباشرة شي مثلنا يمثل حاصل ضرب جميع الاختيارات أو حاصل ضرب جميع الأعداد يعني مبدأ العد النوع الأول هذا إذا عندنا كان بالسؤال جزء من متعدد يعني أنا أختار جزء واحد من عدة أشياء يعني كأن تكون أنا راح على محل أو معرض مال سيارة أريد أن أختار سيارة المعرض يحتوي على ألاف السيارات فإذا كل نوع أكو بالمعارض أنواع متعددة من السيارات أو راح على محل مال اختيار ملابس راح ألقى أنواع وأحجام مختلفة كأن تكون أكس وأكس لارج وثلاثة أكسات فأحير باللون اللي أختارها وأحير بالأشياء اللي أختارها فإذا بهاي الحالة نسميها حاصل ضرب جميع الأعداد فدائما إذا السؤال بي جزء من متعدد يعني جزء واحد من كمية بهاي الحالة نضرب جميع الاختيارات الموجودة بغض النظر عن نوعها فرضا عندنا السؤال يقول أعلن صاحب محل لبيع الدراجات الهوائية صاحب محل وإذا عنده مجموعة مال دراجاتها ويشوف هنا مجموعة مال دراجاتها ويما ذكر دراجة قال لبيع الدراجات الدراجات يعني مجموعة إذن هذا جزء من متعدد مجموعة من الدراجات الهوائية هذا صاحب المحل يقول وإنه يوجد لديه خمس أنواع إذن هنا راح يجزأ لي راح يقوم يعرض للنوعيات خمس أنواع من الدراجات ومن كل نوع توجد شقد ثلاث أحجام ومن كل حجم شقد يوجد ست دراجات فما حدد الدراجات إذن أعلن صاحب محل الآن من أروح أختار أختار لدراجة يعني كأن تكون هاي الدراجة فإذن أنا راح أخذ جزء من متعدد بهاي الحالة نسميها مبدأ العاد مبدأ العاد شي يقول حاصل ضرب جميع الاختيارات إذن أنا كم اختيار عندي الاختيار الأول شقدت خمسة الاختيار الثاني ثلاثة والاختيار الثالث شقدت ستة إذن راح أقول عدد الطرق عدد الطرق بالنسبة للاختيارات عدد طرق الاختيارات تساوينا خمسة في ستة في ثلاثة خمسة في ستة ثلاثين ثلاثين في ثلاثة إذن عدنا تسعين طريقة للاختيار يقول فما عدد الدراجات إذن عدد الدراجات راح يقول عدد الدراجات إذن عدنا تسعين دراجة هذا إذن عدد طرق مال الدراجات عدد طرق الدراجات إذن عدنا تسعين دراجة شوف المحل السؤال الثاني يقول صاحب محل مال ساعات يعني عدنا هسا عنا محل ساعات ساعات كمية مو كمية واحدة يعني كمية مو ساعة واحدة صاحب محل مال ساعات لديها عشر ماركات مختلفة يعني عنده عشر ماركات إذن هاي كمية مختلفة منها وكل ماركة إيش قد بيها خمس أحجام وكل حجم إيش قد بيه سبعة ألوان فكم ساعة في المحل إذن يريد جزء من متعدد إذن ما يكون مشكلة إذن راح أقول له الجواب الجواب نفس الحال إذن راح أقول له عدد الطرق أو عدد الاختيارات مال الساعات لحساب الساعات إيش قد الجزء الأول عشرة عشرة في خمسة في إيش قد في سبعة بس وضربهم خمسين الخمسين بالسبعة ثلاثة خمسة صفير يقول كم ساعة عددنا ثلاثمية وخمسين ساعة في المحل تمام فإذن طاني كمية كميات وأريد جزء من هالكميات فهذا نسميه مبدأ العد النوع الأول وهو حاصل ضرب جميع الاختيارات نطرق للسؤال الثاني يقول أعلن أحد بائع البدلات أعلن أحد بائع البدلات الرجالية أن لديها أكبر تشكيلة من البدلات شوف هناك بدلات ما ذكر لي بدلة وحدة ذكرنا كمية من Carroll كمية من البدلات مع ذكرنا لماذا لبدلة وحدة ذكرنا كميات من البدلات يقول أعلن أحد بائع البدلات شوف هناك كلمة هنا بدلات يعني مو نوع بدلة وحدة بدلات كمية هذا جزء من كمية أو جزء من متعدد من بدلات الرجالية وأن لديه أكبر تشكيلة من البدلات حيث يوجد في المحل 5 موديلات ومن كل موديل يوجد 10 قياسات مختلفة ومن كل قياس يوجد 7 ألوان مختلفة فما عدد البدلات الموجودة في المحل إذا نريد عدد البدلات مثل ما حلينا هذا السؤال وحلينا هذا السؤال يبقى هذا واجب عليكم تمام هاي الفكرة نجح السؤال الثاني يقول لدى أحمد 5 سترات انتبه علي مختلفة و 6 بانطرانات مختلفة و 8 قمصان مختلفة يقول فبكم إذن أحمد أحمد إذن يجد عنده 5 سترات إذن كمية 5 أو 6 بانطرانات كمية يعني موجزة واحد مختلفة و 8 قمصان أيضا كمية فبكم زي مختلف يمكن أن يظهر أحمد من راح يلبس يلبس لهم 5 سترات مرة واحدة لو يلبس له جزء واحد يلبس له سترات واحدة من دروح الدوامان عنده سعينة 5 قمصان من دروح الدوام أخذه 65 لأخذه واحد إذن هذا نسميه اختيار من المتعدد فداما الاختيار من المتعدد هو حاصل ضرب جميع الاختيارات بغض النظر عن طبيعة السؤال إذن راح أقول 5 في 6 في 8 إذن معناها ويقول فبكم طريقة يمكن أن يخرج أحمد إذن راح أقول لعدد الطرق عدد الطرق تساوي 8 في 6 في 5 تضربونها ويبقى هم عليكم هذا أيضا واجب فلذلك يساعدنا المبدأ الأول اللي هو مبدأ العاد مبدأ العاد طبعا هذا شوفوا اللي ترسناه السعينة أخذنا دراجات وأخذنا ساعات وأخذنا بدلات وأخذنا البسة هذولك كلهم مبدأ العاد هذا يستخدم وين هذا يستخدم على الملابس والدراجات الهواء يعني اختيار جزء منيا من متعدد هذا النوع الأول من مبدأ العاد مبدأ العاد اللي هو حاصل ضرب جميع الاختيارات بغض النظر عن طبيعة السؤال نطرق للنوع الثاني من مبدأ العاد النوع الثاني الشي يقول النوع الثاني النوع الثاني يقول إذا أعطي فيه السؤال هل سنجعل الملاحظة الثانية الملاحظة الثانية من النوع الثاني من مبدأ العاد إذا نطاني بالسؤال مجموعة منيا من الأعداد إذا نطاني بالسؤال مجموعة منيا من الأعداد وكان العدد مؤلف مؤلف من مرتبتين يعني راح ينطيني مجموعة منيا من الأعداد مجموعة منيا من الأعداد يعني شين الأعداد يعني راح ينطيني اعداد مجموعة كأن تكون هاي الاعداد كان يقولوا واحد واثنين وثلاثة والاربعة والخمسة والستة شوف هاي يسموها مجموعة مع الاعداد هاي المجموعة مع الاعداد ما تكونت الحالة تكونت من احد عشرات مئات الوف عشرات الوف مئات الوف اذا نسميها مبدأ المراتب اخذنا مبدأ العاد هس subdaria single بالنوع الثاني نسميه مبدأ المراتب مبدأ المراتب مبدأ المراتب يتكون من الأعداد فإذا انطاني مجموعة من الأعداد يعني كانت تكون الأعداد قلنا واحد والاثنين والثلاثة وهي ماشية هذه مجموعة إذا من شفت مجموعة من الأعداد أقول هذا مبدأ المراتب هذا شن هو مبدأ المراتب أعرف أن المراتب كطالب أعرف المراتب تبدي منين تبدي إما من أحد وعشرات ومئات كان يكون انطاني وكان العدد مؤلف من مرتبتين إذا العدد مؤلف من مرتبتي نأخذ الآحد والعشرات إذا العدد مؤلف من ثلاث مراتب نأخذ آحد عشرات مئات وهكذا هي ماشية حسب المراتب اللي ينطيهم لكن كل ما أشوف مجموعة ما الأعداد أشوف مجموعة كانت تكون اثنين وثلاثة وأربعة وهي ماشية أقول هذا مبدأ المراتب هذا شنوه؟ مبدأ المراتب إذا ذكرني في السؤال بأن التكرار انتبه هاي كل مهمة؟ هاي مهمة دائما بالوزارة يجهيش مسموح به أو يسمح بالتكرار أو متشابهة واحدة من ذولة في هذه الحالة المجموعة ما للأعداد اللي ينطيها ما تنقص شيء يعني تبقى كما هي بالمرتبة الثانية وبالمرتبة الثالثة يعني من راح أكتب أنا من أكتب؟ من أكتب المراتب أكتب الآحد وأكتب العشرات وأكتب المئات انتبع هاي الأولى ملي علاقة بها الثانية الأعداد تنقص يعني فرضا ننطعني واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة دولة ستة أعداد المرتبة الأولى هذا المطلوب أخلي بها المرتبة الثانية قد أخلي أخلي ستة وأخلي ستة تمام؟ لوم؟ تمام؟ هذا في حالة المسموح به إذا ذكرني بالسؤال مسموح به يعني دولة ما ينقصون دولة يبقون في حالة الغير مسموح به أو المختلفة أو المختلفة فإن عائد الأعداد الأعداد تنقص واحد بالمرتبة الثانية وبالمرتبة الثالثة أنا هاي قد؟ هنا أنا هذا بحالة المسموح زين إذا قال للآحات وقال العشرات وقال المئات المرتبة الأولى هذا المطلوب منتهي من عنده هذا الغير مسموح أو المختلفة الغير مسموح وقال لغير مسموح دولة كم عالد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة بالمرتبة الثانية ينقصن إيش قد يصيرن خمسة وبالمرتبة الثلاثة إيش قد يصيرن ستة يعني فرضا أنا عندي محل مال بدلات أو محل مال ملابس عندي ستة أحجام واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة اجع علي فرضا أحمد قال يا أبا أنا أريد رقم خمسة رقم خمسة نبع لما نبع وقلت له يا أبا يا أحمد ترى منت أخذ غير مسموح بعد ما يرجع هذا من نبع ذولة نقصم إذن بقلي كم مجموعة بقلي بقلي خمسة أكتبي هنا خمسة إذا قلت له لا مسموح لك يعني باعتباراني ما باي احتمال أحمد يروح يلغى غير نوع يدرجع لي ومنرجع لي ya إذن سيبقى للمجموعة ستة تمام هاي الفكرة إذا ذكرنا بالسؤال العدد مؤلف هذا بالنسبة للمسموح والغير مسموح إذا ذكرنا بالسؤال إن العدد مؤلف منيان من 100 يعني 100 يعني الجزء كيف تكون 100 يعني نطانع عدد بيصفارة كيف تنطاني 100 أو ينطيني 200 أو 300 أو 400 أو ينطيني كلمة الأكبر انتبع عليك كلمة شن كلمة الأكبر أو كلمة شن كلمة كلمة الأقل فإننا نبدأ بالمراتب من الأكبر إلى الأصغر يعني أبدأ من المئات والعشرات والأحد هاي إذا لقيت بالسؤال عدد بمئة أو بمئتين يعني بصفارة بصفريا يعني إذا عدد مؤلف من مرتبة مئوية عدد واحد مؤلف من مرتبة مئوية كانت تكون مئة مئتين ثلاثمية أربعمية خمسمية ستمية أبدأ من الأكبر إلى الأصغر من الأكبر يعني أبدأ من المئات والعشرات وأنزل على أحد إذا لم يذكر بالسؤال كلمة لا الأكبر ولا الأقل وما نطعني العدد المؤلف من المئوي نبدأ من الأصغر إلى الأكبر يعني نبدأ من الأحد والعشرات والمئات فرضا عندنا هذا السؤال يقول بكم طريقة يمكن تكوين عدد بكم طريقة يمكن تكوين عدد رمزه مؤلف هذا بكم طريقة يمكن تكوين عدد رمزه مؤلف من المؤلف شوف هذا السؤال بكم طريقة يمكن تكوين عدد رمزه مؤلف من أربع مراتب ويمكن تكوينه من الأعداد ويمكن تكوينه من الأعداد واحد واثنين وثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة يقول إذا كانت تكرار في العدد نفسه مرة مسموح مرة شن هو غير مسموح المسموح قلنا بيه تبقى الأعداد ثابتة تبقى تبقى الأعداد يعني تبقى الأعداد كما هي كما هي وين في المرتبة الثانية والغير مسموح تنقص واحد اش بيه تنقص واحد يعني إذا جئنا على السؤال هذي الجواب راح نخلى الجواب هنا نبلى الجواب هذي بالنسبة للجواب هذي الجواب السؤال يحتوي علي من يحتوي؟ على أعداد بما أن نحتوي على أعداد إذا راح أقوله هذا النوع الثاني من المبدئ اللي هو مبدأ المراتب يا أبو شن المطلوب الأول ريد مسموح بهذا راح أقول للنوع الأول تريد المسموح المسموح به من قال لمسموح به راح أقول الأعداد تبقى ثابتة شنو تبقى ثابتة في المرتبة أبالكم الله يخليكم في المرتبة الثانية والثالثة لان السؤال مؤلف في الثانية والثالثة والرابعة لأن السؤال مؤلف من من أربع مراتب الأربع مراتب راح أقول مرتبة أولى مرتبة ثانية ومرتبة ثالثة ومرتبة رابعة أربع مراتب إذن جزئت السؤال من شفت السؤال أعداد راح أقول هذا مبدأ المراتب المراتب أحد عشرات مئات علوف عشرات علوف مئات علوف إلا ما تمشي لكن بكيفي لا هو يحددني بالسؤال يقول بكم طريقة يمكن تكوين عدد رمزه مؤلف منين من أربع مراتب إذن اخذوا لأربع مراتب المرتبة الأولى الثانية الثالثة الرابعة أبد منين أبد من الأحد وعى العشرات وعى المئات وعى الإلوف لا أبد منين لو أبد من المئات وأبد وراها منين الألوف أبد من الألوف وراها أبد من المئات وأنزل على العشرات وأنزل عليما على الأحد أبد من أحد عشرات مئات ألوف لو أبدأ ألوف مئات عشرات يعني من الزغير أتجح على الكبير لو من الكبير أتجح على الصغير هذا أمتى يستخدم وهذا أمتى يستخدم هذا يستخدم أمتى ركز ركز لي قلنا إذا كان السؤال إذا السؤال خالي من كلمة الأكبر شنو كلمة الأزغر إذا السؤال خالي من كلمة الأكبر وكلمة الأزغر نبدأ أحد عشرات مئات أغرى السؤال بكلمة الأكبر بكلمة الأزغر لا ما موجود إذا نبدأ أحد عشرات مئات ألوف أنت يا الألوف والمئات والعشرات والأحد أم تستخدمك يقول إذا السؤال مؤلف من عدد مئوي يعني بيمية ميتين ثلاثمية أربعمية هذا السؤال بيمية ميتين ثلاثمية أربعمية ما بي خالي إذن أبدأ أحد عشرات مئات ألوف أبدأ من الكبير أمتى ألا إذا السؤال يحوى على رقم مئوي يعني يكون مئة مئتين ثلاثمية أربعمية خمسمية وهاي العبارة هي ماشية تمام هاي الفكرة أبدأ من الأحد إذا السؤال خالي من كلمة الأكبر وكلمة الأصغر أبدأ من المئات أو العشرات أو الألوف إذا السؤال يحوى على كلمة الأكبر وكلمة الأصغر هاي الملاحظة الثالثة والملاحظة الرابعة تعتمدها على المراتب إذن راح أقول اختيار اختيار الآحد ورها اختيار العشرات مرتبة العشرات ورها اختيار المئات واختيار الالوف طبعا الترتيب بالسؤال واجب هنا راح نفتصر شوية بالكلام يعني من تكتبون اختيار مرتبة الآحد اختيار مرتبة العشرات اختيار مرتبة المئات واختيار مرتبة الالوف المطلب الاول ايه هذا اول واحد هذا نخلي به المطلوب يا با شنه المطلوب المطلوب دائما اذا السؤال يحوى على كلمة الاكبر يعني اريد اكبر عدد اذا احطوى على كلمة الاقل يعني اريد اقل عدد اذا انطاني زوجي يعني اريد الاعداد الزوجية اخليه بالمرتبة الاولى اذا انطاني كلمة فردية يعني اريد الاعداد الفردية اذا انطاني مضاعفات يعني اريد المضاعفات اذا انطاني كلمة الاولية يعني اريد الاعداد الاولية وهي ماشية اذا قال لقسمة اذا قال لقسمة عدد يعني يريد المقسوم عليه يعني اعداد يقبل القسمة وسط الفكرة يعني هذا السؤال بي اكبر بي اقل بي زوجي بي فردي بي مضاعفات بي اولية بي عدد قسمة ما منطيني مطلوب منطيني بكم طريقة يمكن تكوين عدد رمزة مؤلف من اربع مراتب اذا كتبت المراتب كونت لك المراتب ويمكن تكوينه من الأعداد إذن أنا أريد أربع مراتب أكونها من هاي الأعداد زيان هاي الأعداد أنت طلبت من عندها شي طلبت قلت لي يا با روح طلع الأعداد الزوجية حتى أروح أشوف لك كم واحد الزوج وكم واحد فردي قلت لي أريد مضاعفات الاثنين أو مضاعفات الثلاثة أو مضاعفات الأربعة كم واحد موجود هما قلت لي قلت لي أريد عدد يقبل القسم مع الثلاثة كم واحد يقبل القسم مع الثلاثة هما قلت لي قلت لي أريد كلمة أكبر من الاثنين كم واحد أو أصغر من الخمسة كم واحد هما قلت لي إذن هاي ما طلبش قال لي فقط أريد أربع مراتب كونها على أعدادها إذا كانت تكرار مسموح غير مسموح وسكت إذن خلص إذا لم يذكر بالسؤال لا كلمة الأكبر ولا كلمة الأقل ولا الزوج ولا الفردي ولا المضاعفات ولا الأعداد الأولي ولا القسمة أركزهم انتبهوا لي بالسؤال إذا لم يذكر هاي ملاحظة إذا لم تذكر إذا لم تذكر أولا إذا لم تذكر كلمة أولا الأكبر ثانيا الأقل أو الأصغر ثالثا إذا مضاعفات ورابعا إذا عدد يقبل القسمة يقبل يقبل القسمة يقبل القسمة على وخامسا إذا قال عدد أعداد أولية أعداد شين أعداد الأعداد الأولية الأعداد الأولية دولة إذا لم تذكر كلمة واحدة من دولة بالسؤال فإننا نحسب نحسب الأعداد ونضعها ونضعها وين في المرتبة الأولى في المرتبة شو المرتبة؟ في المرتبة الأولى هسا ما أكو ولا واحدة من دولة أحسب الأعداد واح اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة أخلي بالمرتبة باش قد أخلي سبعة دولة البقم الثانية والثالثة والرابعة دائما المرتبة الثانية ركزوا إياي المرتبة الثانية والثالثة و هي نازلة انطبق عليها كلمة المسموح وكلمة الغير مسموح يعني إذا مسموح به الاعداد هذولة مول بالسؤال مو اهاية لا اها المجموعة فان مجموعة الاعداد تبقى ثابتة يعني شقم عدد انتاني سبعة لان انا قلت لك مسموح لان انت جيت علي قلت لي يا با انا مطلوب من عندك اري سبع بدلات قلت لك هاي سبع بدلات وان عندي خمسين بدلة بالمحل انطيتك السبعة قلت لي راح ااخذهم بس اذا ما انباعهم بمحل لذا ارجع لك يوم باعتبار انا الخمسين بايعهم لا باعتبار ما بايعهم بقيت بحالة الشك والرد يعني احتمال يبيحهم ومعد ما يرجعون احتمال يرجع لي اياهم اذا ارجع ليهم انا ما بايع شي اياه فاذا اقول للمرتبة الثانية والثالثة والرابعة انطبق عليهم المسموح والغير مسموح لان المرتبة الولى باعتبار هذا للبيع راحا بس الثانية والثالثة والرابعة انطبق المسموح والغير مسموح انت قلت لي مسموح به كم مجموعة عندي عندي سبعة من بعت من بعت واحد بعت السبعة سبعة مسموح يرجع لياها إذا رجعت السبعة شوف بعناها باعتبار راحت لكن أنا شكت له مسموح إذا راح أبقى بحال الشيك احتمال يرجعها إذن ما ينقص شي إذن يبقى سبعة ويبقى سبعة ويبقى سبعة إذا ذكر لمسموح فإن الأعداد بالمرتبة الثانية والثالثة الأعداد بالمرتبة الثانية والثالثة تبقى ثابتة ما تنقص شيء الأعداد بالمرتبة الثانية والثالثة تبقى ثابتة ما تنقص شيء وسط هاي الفكرة إذا نطانيها إذن معناه دولة نضربهم هس عن دولة بقم سبعة بسبعة بسبعة ليه أش لأن الأعداد شبيه لأنه مسموح شنوه مسموح به يعني لا تنقص شيء لا تنقص شيء مجموعة الأعداد وليس هذا إذن راح أقول له عدد عدد دولة دولة عدد الطرق إذن معناها عدد الطرق الإعداد دولة الأربعة ينضربون يعني سبعة فيش قد؟ في سبعة في سبعة في سبعة دولة ينضربون دولة شبيهم دولة دولة أضربهم النتيجة مالت ما راح أصير أربعة آلاف ومئتين وواحد نتيجتهم أربعة آلاف ومئتين وواحد هاي بالنسبة إذا ضربنا الأعداد هذولة وسط الفكرة مالتها عفو 2401 2401 هذه مجموعة الأعداد إذا ضربناهم هذا بالنسبة للمسموح به رح نطرق ها سورة شوي نطرق إلى وين للغير مسموح به الغير مسموح به هذا نفس الحال الأعداد شو نسأل مقارنة كتبت المسموح ثانيا منه ثانيا الغير مسموح الغير شين الغير الغير مسموح به مرتبة أولى مرتبة ثانية مرتبة ثالثة مرتبة رابعة المراتب طبعا الغير مسموح به ينقص واحد تنقص شنو تنقص واحد من المجموعة منين من المجموعة وين في المرتبة الثانية والثالثة والربعة ولا مو الاولى مو هاي هاي ثابت هاي المطلوب المجموعة هاي راح تنقص بهاي وبهاي وبهاي تبني تتناقص اذا راح اقول مرتبة اختيار قائل لي كلمة كلمة عدد مئوي يعني منطين عدد بالسؤال مئوي اذا انطاني عدد مئوي ابدي منين ابدي من الكبير يعني بدال ما راح ابدي من الاحد وانزل وين انزل على العشرات وانزل وين على المئات وانزل وين على الوف لان اذا انطاني بالسؤال مسموح وغير مسموح المراتب تتكرر هنا تتكرر وش كتبت بالمرتبة الاولى اكتبه بالمرتبة الاولى نفسه يعني استنسخة هنا اذا انطاني بالسؤال مسموح وغير مسموح اكتب بالنوع الأول بأول مرتبة أكتبه بأول مرتبة والمراتب تبقى ثابتة ثابتة ما تختلف إذا مسموح وغير مسموح لكن حسب المطالب لكن أنا أبدأ من الأحد والعشرات والمئات من الصغير على الكبير إذا السؤال خالي من كلمة الأكبر وما شن كلمة الأقل يعني ما بي عدد مئة وما بي لا مئة لا ميتين لا ثلاثمئة السؤال خالي من هاي الكلمة السبعة هاي شبيها هاي السبعة راح تنقص شبيها تنقص مو هاي السبعة مو هاي المجموعة هاي تنقص الله يخليكم هذا المطلوب نجعل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة هاي المجموعة المجموعة سبع أعداد أنا عندي سبع أحجام بعت واحد وقلت لها قبل لا تطلع الباب بعد ما مسموح ترجع لي اياه بعد ما يسمح لك زيان أنا السبعة من بعت واحد هذا الواحد قطعتها من طلع الباب قطعتها وياه باعتبار بيع أو مباعة لا باعتبار بعته بعد عدة طيرج ما أستلم من عنده اذا شقد يبقى لي يبقى لي ستة بعدين ايجيت هم بعت واحد من الستة يبقى لي شقد يبقى لي خمسة بعت واحد من خمسة شقد يبقى لي أربعة يعني هاي المجموعة تنقص واحد بالغير مسموح نقص واحد واحد بعدين أضرب راح أقول إذن عدد الطرق عدد الطرق ينضربون إذن فهمتوا لي هالمسموح والغير مسموح بحالة المسموح به تبقى الأعداد شبيها الأعداد الأعداد ثابتة بحالة المسموح به تبقى الأعداد شبيها ثابتة بحالة الغير مسموح به يعني المرتبة الأولى ما لي علاقة بها من أجع الثانية والثالثة والرابعة أروح على المجموعة ما الأعداد أنت قلت لمسموح المسموح المجموعة تبقى ثابته هنه سبعة ينزل سبعة بسبعة بسبعة الغير مسموح المرتبة الأولى ما لديه علاقة بهذا المطلوب كتبت سبعة السبب لأن ما منطيني لا أكبر لا أزغر لا زوجي لا فردي لا مضاعفات لأن ما حددن بمطلوب شون يريد فإذا ما حددن بمطلوب أحسب العلادة خليهم بالمرتبة الأولى الثانية والثاثة والرابعة أطبقها على الغير مسموح غير مسموح إذا أنت نقصين واحد وبكل مرتبة تنقص واحد نقصا هنه سبعة نقصا ستة الستة أمره تنقص بهالعبارة بالتنوى بصير لأنه دولة أضرهم راح يصير سبعة في ستة في خمسة في أربعة سبعة ثلاثين عشرين نتيجة ثمانمية وأربعين هذا طريقة عندي عدنة ثمانمية وأربعين طريقة أتمنى تركزونا على الملاحظات دولة بالنسبة للمسموح والغير مسموح لأنه دولة كلش مهمين بالوزاري إن شاء الله شوف هذا السؤال الوزاريات سؤال الوزاري بالسنة الألفين وأربعة على نفس النمط المثالي اللي أخذناه قبل شوية يقول إذا كانت المجموعة إذن هاي مجموعة ما الأعداد من شفتها مجموعة أعداد إذن أقول هذا مبدأ المراتب مباشر بدون ما أفكر أقول مرتبة أولى مرتبة ثانية مرتبة ثالثة مرتبة رابعة مرتبة خامسة مرتبة سالسة أقول مراتب مراتب لكن بكيف أكتب لا هو يحددني بالسؤال كم مرتبة آخر يقول إذا كانت المجموعة عمالة الأعداد إذن هذا أسميه مبدأ المراتب مبدأ شنو مبدأ مبدأ المراتب أنا شوف مجموعة يقول فبكم يقول فبكم عدد يمكن يقول فكم عدد يمكن تكوينه من الأعداد يقول إذا كانت تكرار في العدد نفسه ركز مسموح به إذن أنت نطيت نتكرار مسموح به طبعا هذا الجواب رح يبلش منها ومؤلف منين من أربع مراتب إذن عفية ماذا ما أربع مراتب مرتبة أولى ثانية ثالثة رابعة إذن أمسح المرتبتين للخيات دولة أربع مراتب إذن أبدي منين من أربع مراتب هل راح أبدي من الأحد وراها عشرات وراها مئات وراها الألوف لا أبدي من الألوف ومن الكبير الألوف وراها المئات وراها العشرات وراها الأحد هذول نبدي بديهم وهذول نبدي بأمتي هذا إذا يوجد يوجد كلمة الأكبر أو الأقل بالسؤال إيه هذا إيه هذا السؤال العفو إذا لا يوجد أبدي بيها منين إذا لا يوجد شنه ما لا يوجد كلمة الأكبر أو الأقل وخالي من عدد مئوي والسؤال والسؤال خالي من المية من الميتين الدار هنا اجتماعي هذا بدمنيا إذا السؤال يحتوي انتبه علي السؤال شوو يحتوي على كلمة الأكبر أو الأقل والسؤال يحوي على عدد مئوي يعني بالسؤال أك wymية ميتين ثلاثمية أربعمية طبعا الأكبر والأقل هنا مرتبطات بالمئوي إذن هس من أج Hijר السؤال هذا سوف يبدأ من من الأحد عشرات مئات ألوف له الف مئات عشرات أحد هذا يبدأ بهام إذا لا يوجد كلمة لا أكبر ولا أقل دعنا نح Dead سوف alltså الرئيس بكلمة الأكبر أو الأقل طبعا الأكبر والأقل مرتبطات بالعدد المئوي يعني بالد deme del 100 و 300 السؤال ليس بالمئة ولا يستمع ليس بالصفارة ليس بالصفارين ب 100 ما موجودات إذا نبلش منيا أبلش آحات وراها من وراها وراها عشرات وراها المئات وراها من وراها وراها الإلوف أبلش إيه من أنا لأن ماكو السؤال لا بكلمة الأكبر ولا بكلمة الأقل المرتبة الأولى هاي الأولى هاي نسميها للمطلوب يا بشن المطلوب المطلوب يا أما يقول لك أكبر عدد يا أما شي يقول لك يقول لك أقل عدد يا أما يقول لك أريد مضاعفات يا أما شي يقول لك أريد الزوجي يا اما شي يقول لك اريد اريد الفردي يا اما شي يقول لك اريد يقول لك يقبل يقبل القسمة على الاعداد يا اما يقول لك عدد اول شنه عدد عدد اول حسب للاعداد الاولية هذا المطلوب اكو من دول المجموعة مطلب بالسؤال يعني محددني ما محددني ان هوش قال لي قال عندك مجموعة ما الاعداد فكم عدد يمكن تكوينه بدون تكرار العفو في العدد نفسه مسموح به ومؤلف من اربع مراتب ماكو ولا واحدة بين دولة اذا لا توجد ولا واحدة من دولة 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 نقول لا توجد لا يوجد لا يوجد مطلوب لا يوجد شون لا يوجد لا يوجد مطلوب اذا لا يوجد مطلوب شن سويه اذا نحسب نحسب الاعداد ونضعها نحسب الاعداد شن هو ونضعها في المرتبة في المرتبة الاولى اخلي بالمرتبة الاولى دول حسبوا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة اذا هذول احسبهم اخلي سبعة هنا اخلي سبعة لا يوجد مطلوب من دول اذا ماكوا شو نسوي تحسب الاعداد ونضعها وين في المرتبة الاولى اه جيد المرتبة الاولى بعد خلصة راحة يا با ذول انتم هذول يعتمدون علي من يعتمدون على المسموح به والغير مسموح اه اش قلت لي بالسؤال قلت لي مسموح اذا مسموح شن هو يعني تبقى الاعداد ثابتة تبقى الاعداد شبهها الاعداد ثابتة يعني ما تنقص واحد اثنين ثلاثة هاي مو هاي هذا مطلوب واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تكتب سبعة تكتب سبعة تكتب سبعة ثبتت ثبتت اذا معناها عدد الطرق عدد الطرق يساوي سبعة في في سبعة في سبعة في سبعة اذا معناها النتيجة تبقى وجدناها هناك 2400 واحد ان شاء الله يكون هذا السؤال قد اعجبكم السؤال الثاني ايضا وزاري وان شاء الله هذا السؤال الوزاري راح يكون واجب عليكم هذا السؤال السؤال الوزاري ب2008 يقول كم عدد رمز المؤلف من ثلاث مراتب ويمكن تكوين من الاعداد من الواحد للستة واحد واثنين وثلاثة اربعة خمسة ستة اذا كانت تكرار في العدد نفسه غير مسموح به غير مسموح به غير مسموح يعني شن بيها يعني المرتبة الاولى تبقى الاعداد بالمرتبة الثانية والثالثة تبدل مجموعة تنقص تبدل مجموعة ش بيها تنقص هنا ما راح تبقى ثابتة تمام هذا الفكرة مالت السؤال ان شاء الله نقدر تحلونا يا ونشوف شون نكمل التبقية ان شاء الله الى درس ثاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته